جنة كلاش فننة تشكيلية سورية من مواليد مدينة دمشق درست في مدارسها الابتدائية والإعدادية والثانوية وحصلت على إجازتان في الأدب العربي من جامعة دمشق لتدرس في المدارس الابتدائية إلى جانب درستها في معهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية قبل أن تغادر بلدها سوريا بعدما ألم بها ما ألم من ويلات الحرب حسب ما بيخبروني أهلي أنه أنا كنت أرسم من قبل ما أمشي من قبل ما أحكي يمكن من قبل ما أروقت دائما بتذكر حالي أنه أنا قدامي وراء وعم برسم أشياء بس لكن هذا الشي كان منحصر ضمن البيت ضمن الهواية فقط لأنه كان ملتفت أكثر لدراستي لتحصيلي الجامع وتقيم رانا في ألمانيا منذ العام 2015 وتحكي لنا كيف بدأت برسم أول لوحة في مغتربها لما الإنسان بيضطر أنه يخرج من المكان اللي ترارع فيه ونشأ فيه ويترك كل الذكرياته الجميلة ويضطر أنه ينتقل لمكان آخر هالشي بيسبب مثل صفحة وجدانية أو نوع من الألم الداخلي يمكن أنا بالرسم حسنت أني أتغلب على هذا الشي كنوع من الراحة فبعد أربع سنوات انقطاع عن الرسم وعن الكتابة بسوريا حسنت أرسم أول لوحة لمدينة دمشق الأديمة كنوع من إيفاء النزور وشاركت رانا في عدة معارض فنية جماعية إلى جانب مساهماتها العديدة في قامة ورش عمل وندوات حول الفن التشكيلي بأساليب جديدة كانت إحدى نشاطاتي بمشاركة بمعرض متحف فريدلند بعنوان آيفيل اللي كانت فكرته رائعة بالجمع بين فنانين على لوحة واحدة فكان الفنان مهمته يرسم نصف لوحة والمعرض بيقوم بإرساله لفنان آخر من غير معرفة هذا الفنانين ببعضهم فكانت المفاجأة يوم افتتاح المعرض التقاء الفنانين كل واحد عم يحمل سؤال بزهنه من أكمل لوحتي؟ وتركز رانا على الوطن الأم سوريا في مواضيع لوحاتها وحكاية الاختراب إلى جانب تناولها لقضايا المرأة والسعي لتحرورها من القيود المجتمعية بجسد المغترب اللي بيعاني من أزمة الشتات والضياع الهوية دائما بجسد لوحاتي بعين غائبة وعين حاضرة العين الغائبة اللي بتمثلها الماضي والذكريات العريقة اللي تركها وراه وعين حاضرة اللي هي بتمثل التطلع للمستقبل التطلع لخطوات جديدة بالحياة ولرانا مساهمات أدبية في مجل القصة القصيرة وأتعكف الآن على كتابة رواية من وحي تجربتها بالإضافة إلى مواصلتها مشوارها الفني الذي تأمل من خلاله إبراز هويتها كامرأة سورية متفاوقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر